اشتركوا في القناة ببعض البرنامج الحلقة الاولى اللي راح استضيف بها مهاويل يعني شاعر ومهوال اليوم راح تكون حلقة مختلفة وبعض الشي على حضراتكم خلوني بداية ارحب بابن بغداد الحبيبة شاعر والمهوال كاظم القريشة حياك الله حياك الله بعد روح استعرار شرفتنا وردت الله يسلمك انتم الشرف اهلا وسهلا بكم شكرا للاستضافة الجميلة حبيب الله يسلمك ان شاء الله نكون خفيفين نضل عليك وعلى الكادر تسلم تسلم شكرا للقناة الله يسلمك حياتك وايضا ابن البصرة الحبيبة الحبيب والعزيز المميز السلام المالكي نورت النور نورك استاذ الفير تحياتي اليك يا حبيب شبير الغالي طيب شاعر جميل شكرا الاستضافة جميلة الله يسلمك واكيد حلقة راح تكون ممتعة لان انتبه الله يسلمك انا اليوم هذه الحلقة يعني اختاريتها تعرف انه انا هذا الموسم كله ما اشتغلت بي الاخوان المهاوي الافتحية لهم ولكن لجماليتكم جمالية صوتكم راح نخلي انه هذه الحلقة راح تكون هي الحلقة الاولى اللي نجحنا به الله يسلمك ان شاء الله راح نستمر على هذا المنوان وانا متأكد من نجاحها مية بالمية مية بالمية كعظم القريشي شنو اللي اجابك ليش اجيت اختاريت تكون مهوال مو شاعر فقط والله هي جمالية صوتك مثل ما تقوله مثل ما تقوله هي هواية وارث يعني عدي عمام اثنين شعراء والله متوفين الله يرحمهم الله يرحمهم بالشاعر كبير ابو زمن القريشي من جيل الكاظم اسماعي القاطع الله يرحمهم الله يرحمهم ايه جميل الله يسلمك جميل تتعاملون مع الميدان لاجل المعرفة لاجل انه فقط تريد توصل صوتك وابداعك ام لاجل المديح المادة هذا شوار لكم اثنينكم طبعا لا ابو حيدر اهم شي هو الابداع والشخصية الشخصية المهوال الشخصية اللي تروح اللي يدعيك وتحاول انه مثلا تمجد تملح اه او حيدر اليوم البشر او الشاعر او الموال مثل المراية ايه يحكس البيئة اللي بيها هو ام ان كان شاعر مبدع هو هو شاعر مبدع بالميدان انا احكس البيئة اللي بيها هو انت راقي الله يخلي والجميل انه انت بالتلفزيون يعني شوفك بالشاشات جميل واليوم شفتك اجمل الله يحوظك او اجمل بأخلاقك الله يحوظك الله يخلي الله يرعاك احنا حتى ما نشوق المشاهدين اكثر هنخليهم ينتظرون اكثر خلونا نبدأ خلونا نبدأ نبدو يا كابا ايش ما ها باستاذ السلام باستاذ السلام والله وسلام اله الله يحوظك يا سادة فيه بعد وظيفنا الله يخليك الله يحوظك والله يسلمك انا اليوم عند عطب ويقل ويكثير يا سادة فيه يلا ايلك هر دعاتي في قلبي قتلا مو مثل الأولية دليلي مو مثل الأولية دليلي ما عاشريتل ينتخيلي الله يلا مو مثل الأولية دليلي ما عاشريتل ينتخيلي جبتلي هدم حيل حيل وينلي لچمن في ليله الله يلا الله يلا أتب على أتبع لقلبمو عليهم خاول المطعون من ديهم أتبع لقلبمو عليهم خاول المطعون من ديهم الصوش بيهم وش بيهم والمخوش لا تدن ليهم أتبع لقلبمو عليهم أتبع لقلبمو عليهم الله أتبع لقلبمو عليهم أتبع لقلبمو عليهم الله يحمدك أستاذ أفير الله يحلي جميل الله يعزك هذه مدينة مدينة القرنة الجميلة الراقية الله يخبرك بناسها بعشائرها بطيبة أهلها كرمهم شنو تأني لك هذه مدينة القرنة لا تنقاسب كلام أستاذ أفير بس أقول لك أم كبيرة القرنة ومبدعة ودائما تنجب وتصدر مبدعين وأنت أحدهم الله يحوظك وإنما كان أقرب طول لسان من القرنة خاف لا أنت إن شاء الله كلف وما تخاف الله يخليك القرنة أكيد القرنة والبصرة بصورة عامة تفتخر بك الله يعزك ويحوظك أستاذ أفير الله يعزك أستاذ كابا بعد روحي إحنا سمعنا سمعنا سلام كبير سلام مبدع إي أنت ولو مريض يعني أنا آسف الله يسلمك أجيتني شكرا لك لأنه أنت وضعك الصحي تعبان وأجيت تقديرا لنا فأني أشكرك طبعا فدو أروح لك الله يسلمك أستاذ حبيبي تقول لا تكشي لا تكشيف جريح وتقول مضموم ترى الملشوم يعرفي يكمل شوم الله اللي محد بوماك لوجه الإنقاب تلقى الحزين عند أعدام محكوم بطية شلمة المجروح وياك مثل آخر أحكا بحليق معدوم الله الله بطية بطية شلمة المجروح وياك مثل آخر أحكا يبحليق معدوم اللي يكذ صفاح وقت المغرب شبي 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 أكيد الحزن عاشوا يهج ثوم الصور لو يدرن براعيه يموت شان يقوم يلطم حتى الألبوم الله سلام لو يدرن براعيه يموت شان يقوم يلطم حتى الألبوم أبير الغربة بالك تكشف أسرار أي ولا تحشل بقلبك ويعين مدقوم والله ولا تحشي لي عن جروحك لبيك الله أنا جروحي لبستهن فوق الهدوم ولا أبراحتي يدمي أشي مع الطاب قد ما تدعي لي متشوتها لنجوم السلام تكشف زي يجهب الليل والصيح الله قصصنا يا رب العوز مختوم الوكيت شكلية بحلوق الزناقيل ولولاد المكدر يصير زقهم الله الله الوكيت 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 شكلية بحلوق الزناقيل ولولاد المكدر يصير زقهم الله 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 شو جمالية الصوت ماشاء الله ماشاء الله امكانية الصوت امكانية الصوت وكلمات مو فقط صوت اكو البعض عنده نعم خامة الصوت ولكن الكلمات تحسها ركيكة يعني مو بالمستوى فهنا انا شطارة الشاعر سلام على المنصة متحس نفسك وين ما يكون الشاعران موجود ان شاء الله ايب الله يعني على المنصة انه نفس السلام اللي بالميدان ان شاء الله ان شاء الله صدي والله ان شاء الله نقول ولكن نقول اللي يلقى نفسه وين يعني مراتي انا القى نفسي بعض المجال يعني نعم انا القى نفسي مثلا من تسني هسه ممكن اكتب الهوسة كتابة اكتبها نعم ولكن تقول لي تديها قللك معرفة حس اذا اذا على اداء استاذ اذا على اداء كاظمي السولف اذا على اداء اكيد انا انا نشأت بالميدان بالميدان اي فاكيد انا ابداع بالميدان طيب ما تحس انه مثلا هذه كلمة شوف كلمة مهوال اضافة للشاعر ام البعض يعتبرها انه يقولك هذا مهوال يعني من باب انه يحسس انه انت اقل مني كشاعر والله استاذ اثير هو خل يحجيها بس هو الشعر اللي يحكم نعم نعم الهجاء تحبوه لا بالله ما احبه ما تحبه ايه ما يوصل صديقي ما يوصل والله ما يوصل بس هذا الزموات انا شايفه استاذ اثير هذا كارم يسول في الهجاء يوصلك بسرعة ويطيحك بسرعة انا هسا منتس ان كاتب هجاء ايه كاتب هجاء بس ما ما احبه بس كاتبه السلاح السلاح الي لانه هواي المو منضبطين بالميدان انا اريد يعني اذرا انا اريد اريد هجاء اريد اسمع يعني حتى لو كل واحد لوحة او بذية او ايشي هجاء ونرجع للمواضيعنا انا قبل فترة صارت عندي ظروف فغبت على الميدان واشوف تصريحاته هواي فقلت غبت على الميدان فترة وكلها قامت ترتجل ارتجالب لا يمعنو كل حتيهم مو عدل ماكو كل الذب حتيهم ما حتشو عين العقل ماكو كل الذب حتيهم ما حتشو عين العقل الهؤسة كلش انا حبها لكن مجبورة احتزل من بعض ادم ايجاتها وقامت تخرب الغزل اي بالله اهواي وادم ايجات مو للهؤسة استاذ اثير للأسف الهؤسة عزيزة علينا وعزيزة على عشائرنا وشنت من تدخل مضيف وانت مهوال الك تقدير حالك حال شيخ العشيرة حسذا تجبل على مضيف وانت مهوال للأغلب يعني ما نعمها كلها وانما الأغلب اذا مهوال ما تحسه يجب جب ليش من وارا الحش الحضور ترى هو مو مهوال بالذات لا هو خلحت شيء بالعام مية هو مجدي بس حدث جداوته وقام حدث جداوته بالشعر هو هذا اللي ما ساعنا سئلتكم علي نعم بداية كلامي هذا مو مهوال استاذ اثير ولا يمنى ولا نحترم ولا نحترف قلت المديح اليوم من الروح ونمدح فلان يا شيخ فلان هو مو شيخ أو هو كذا حسن حيدر قلت لك المساعة قلت لك حسب شخصية المهوال اذا ننزل المحتوى مالتا ترقى تعبا يعني معناها انه انتم ضد هذا الموضوع ضد اكيد ضد وهذا السؤال انا سئلت سابقا التحيات الى ابو فاطمة قاطع المياح وايضا نعم فايز البدري كلما نلأ وجهة نظرة طبعا موضوع موضوع الفلوس نعم انه انت منتهوس ويجي حطه بجيبك موضوع طبيعي لو موضوع تحس اشكال به من وجهة نظرك بالنسبة لي اشكال ها شكال يعني تحس غلط هي مكرمة هي هاي مكرمة لكن شوية بها واقفة من باب ابو جواد من باب انه هو انه هو كرم من باب نرجع الاهل البيت هم مكرمة وشعراء نعم زين من باب الكرم هسه اذا تجيها من من شرعية ما بها غلط من باب رجل كريم انه انه ذكرت بكلمة طيبة رجع الكلمة طيبة شن الفرق انه بالميدان او خارج الميدان تاخذ مليون ونص وانت تقولهم بالميدان ما ااخذ فلان وفلان وفلان انت طالب مليون ونص طالب مليون وتطلع بتلفزيون تقول والله انا ما استقبل بالميدان هسه انا مقاطع تارسل يوتيوب ما الي مقطع يحطوني بجيبي بس لا انا اقولا الامام الصادق الامام الرضا الاهل البيت نفسهم كرموا وشعرانا ما كرموا نعم كرموا اذا الكرم كانت بساحة الميدان او خارج ساحة الميدان شن الفرق ماكو فرق اثنينات هم كرم مو يقل لك هذا مثلا يدي تبجح براسي يعني يتبجح براسي امام الكاميرا ويجي ويحطه بجيبي شاقل لك أنا حطيته بجيب بجيب سلامة وبجيب كاميرا حسه هو خلف الكواليز تختلف اي هذي تختلف هذي شعره احنا بس حسه احنا من باب من باب بي هشيان الخلة علي بالتالي الخلة هو دائري دي يتبجح الخلة علي مو علي ما عرف هذا 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 شيء راجع لكم كمهاوي المعرف هذا نجالكم خلوني اسمع يلا يسلام اخذنا وين تودينا والله استاد اثير اكون موضوع كلش مهم شو هو موضوع جاي اشوف هذا الميح شو يوم هذا الامة بدار الايتام اي هو والمشكلة هو تلقاه تاجر وامة بدار الايتام والله زوجت ماتل انا جاي اتعجب انا عشت هذا الشعور خمس دقائق بالمسنين قصدك نعم دار المسنين العفو العفو دار المسنين نعم عشت هذا الشعور استاد اثير والله يمكن خمس دقائق الانسان ما محصوم اتصال فالوالدة محروق قلبها على ابني وصاحت بوجه فانا بمكان فعليت صوته على والدتي زعلت سيد التليفون والله من راوان وجهك والله من راوان وجهك احس جسمي انتهى ما قدر تعبر عن نفسي وننوب شون اراضي الوالدة الا بابيات صورتين لها فيديو دزيتين لها هي خبرتني قلت قلت زعلت علي راحة البال اوالي زعلت علي راحة البال امو زعل هيه ادل جبال زعلت وصار الزعل شت مال انشال الفرح والحزن ما شال الله الله زعلت عليهم والحنين وقلب فلا بطل ونين التزعلهم والله ليعين ليعين اي راضيها كون بدمع عين زعلت الجنة ويا زعلها روح العزيز حيل ذلها يا رب قل ليش لو انحلها شبيش راضيها وشقلها قلت لها يموفد واروح انا وجهالي لن منهك العزيز او دلالي الله الله فدوارا او جهالي لن منهك العزيز او دلالي امو غيريش غيريش ذب ما عند غالي ويا زعلت بهذل حالي الله غيريش الله ويا زعلت بهذل حالي زعلم والزعلم وشلون والنواما سلامتك الله 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 يحفظه لك انشاء الله الله يحفظه ويرحم والدك الله يحفظه ويرحم والدك شكرا الله خليف شكرا شكرا ما عند رياني موضوع الم الجنة ببس وانسلابنا 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 يا يوم والنصارة وانسلابنا يا يوم النوح صاير وانسلابنا 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 براحيل هنحال وانسلابنا 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 إنسان أبو سمو من ديها وذا ما ألقى أمي ولها مشتاقة فك انتورها واجتمع فيها ألقى 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 يلمسيك والعنبار بالثياب عاشق هلمسيك ما ينطبيها والله والله أم الطيب منها ما أخذ مراد ترست عينها من قد ما يجيها يا جمالك يا صلاة وتواس الزهرة لما تنع مرات نعوت حرة من فدوى نعيه أنا بسابع سلف صيتم موجود بجدرها وزاد وغرفة بشيها تدروني شكثور لما أنا مشتاقة دخيل الله شكثور ميت عليها ألقى 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 طيب إش ما أدننا القبر إش أذكر هالذات الكاروق والله 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 يعني عندي أعتقد وقت مخرجنا عندي كم دقيقة ناخذ فاصل تمام ناخذ فاصل لأنه أحبتي ما أدرون خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم حياكم الله حبيتي حياكم الله حبيتي رجعنا لكم من جديد برنامج جرة قلم وضيوفي يا المبدعين كالم القريشي وسلام المالكي حياكم الله وكل الهلاب حي من قال الله سلام راقين وروعة الله يعزه أنا شوفوا الوقت عندي يمشي بسرعة وبالذاته يا المبدعين الله يعزه حقيقة وهذه الجمالية وهذه الأصوات والكلمات الله يعزه خلونا نستثمرها سلام طلع لي طلع لي أكو سلام عنده أنا بخدمتك ساخر كيفو نسمع ترخصنا راح أقرالك بطبقة عالية شوي براتك أنا يا صاحبي البسمك تنخيت ويلتش انتا من أنك على البيت خوش الله الله يا صاحبي صاحبي وصاحبي صاحبي 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 طمع ناري وحنه كالضيت جار قتل يا صاحبي بيوم التوازيت بحتل علي والعند بالبيت يا صاحبي بيوم التوازيت بحتل علي والعند بالبيت يا صاحبي بيوم التوازيت بيوم التوازيت بيوم التوازيت يجب أني يت Joel Gift أغفere الغي Min الله الله يا جمالك يا جمالك يا جمالك وكلاماتك مبدح السلام مبدح جميل هفين لكن يكن شو يختلفوا يا أخوي شو يقول أصعب الأشياء أنه الشخص لا فقط صديق أي وأنا إن شاء الله ما أريد أعيشها لكن شبت يعني والتجاربي وطلعاتي نعم يأذي أفراق الصديق يأذي صح والذات الصاحب الزين أبو حدر تحس كونوبات صديق يعني تكشف أسرارك إلي أكثر من أخوك صح مهيج لولو فكتب تعالى فراق الصديق ترى فراق الصديق يكبرك ترى فراق الصديق يكبرك 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 وخسارة صاحبك ترى فراق الصديق 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 يكبرك يكبرك أزنك يبقى يبرالك ولونين وتظل تفرك بديك تقول مبيوك مبيوك خصوصا لوكلف وصويح فكزي وتظل وتقوم ويني تغلب الناي وتصبح سال فوق الصات مجاني وتقوم ويني تغلب الناي وتصبح سال فوق الصات مجاني الفارق صاحبك يموت وياه ياخذ عبرة من عابس والحزي ها اه 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 مع ص Gedar والحزي ماذا اله يو 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 معوّد على الشوغات بالي رد لها شوي أنا يا ذغاب لو أن واحد قرالي يوظ الغالي مدفون ويغالي أنا شان النظر ستة على ستة ومن شاء لو أعزاز وفقت سلام سلام شان النظر ستة على ستة يا يوي لي أبوي ومن شاء لو أعزاز وفقت راح التعب ذا كل تعبته وبالقبر وياهم دفنت يمتني لا شمتني لا شمتني ترى الدنيا صحي يمتني لا شمتني ترى الدنيا صحي يمتني لا شمتني لا شمتني لجمتني لا شمتني يمتني لا شمتني لا شمتني لفني 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 المصائب من زغر سني لفني 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 ومثل لفت بسط بدوي لفني 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 قطر البحر ما يوصل لفني لفني لدهر من شاعر بحزن إصدى مبيع أهلا ياو 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 علواج 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 بعلت المال هكي لدوى علواج ومثل ثرمه وجبرا الوكي علواج بعلت يا 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 بعلت يا يا المال هكي لدوى علواج ومثل ثرمه وجبرا الوكي علواج يروح اللب لسنهم قبول علواج علواج فرق جيبو شما تصبح حولي يا 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 آيا، 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 آكائيede، بحيدة، رب دارع، موصف ويت، تقول تشنّي تشنّي أمراء والترابيدي يحيات فيwerk يحوّى يبيا الطحية ونشيد على أحبابي ياهوان علي وياهو بجرحي ياهوان تلم كليل سلاف دكتاك ياهوان بويا تلم تلم كليل سلاف دكتاك ياهوان وبحيدر قتلتاك بلك ياهوان تلم ربعي علي ياهوان الله الله fordi ياهو الله ولا ولا ياهو وحسرار بسمحات بحالي بحالي انبح صوت ولا واحد بحالي بحالي اشتركوا في القناة نبيعقوب لو يدري لو يدري لو يدري حالي لو يدر بحالي بحالي تشاشقك خميص ابن علي علي اشتركوا في القناة 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 نسيت نفسي مقدم ظلت صافا على أبداعكم وهذا دليل على رقيكم وابداعكم الله سلمك كاظم كل الشكر لك حبيبي الله وفقك كان يمنون منك وشرفوا وتنورت برنامج تعبنا اليوم الكادر الله سلمك تعبكم راحا وانتم تستعقون سلام شكرا يا حبيبي لا شكرا على واجب بس كل ما وحده انت حجتها بالبداية قلت هي أول حلقة للمهاول إذا عجبتنا والله يعني أنا جاي شوف التعامل يعني حتى اللي ما يدخلي الستودي اليوم دخل الستودي الله يخلكم شرف كبير فأنتم راقين جدا والله يخليك سلمك شكرا يا سلام حيدي رسالة عمري هلا هلا بمهاول البغدار ها هلا هلا بمهاول البغدار هاشوف أنا هاي انت والله الله يسلمك وانا الشر إن شاء الله انت منصف الله يسلمك يعني والله ما عندي إنه ينصف مع الشعر هو حيدر والله الله يسلمك ما عندي إنه العنصرية الدليل إنه صال لي يمكن رحصير سنة يمكن ثاني شاعر من البصرة سلام الله يسلمك هذا يمو بعيد عنه يعني من نصافك الله يسلمك أحبتي للأسف وصلنا الختام حلقتنا لهذا اليوم مع المبدعين الشعر والمهوال كاظم القريشي والشعر والمهوال سلام للمالك كل الحب لمدينة البصرة وغداد وأكيد كل التحايا لكم أحبتي انتظروني الأسبوع القادم وظيف جديد في أمان الله شكرا للمشاهدة